اجرى المرشح عبدالفتاح السيسي صباح اليوم الكشف الطبي للتقدم باوراق ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة بمستشفى العاصمة الادارية الجديدة حيث كان في استقباله بالمستشفى المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية الرسمية ومستشارها القانوني شهدت مستشفى العاصمة الادارية الجديدة صباح اليوم حضور المرشح عبدالفتاح السيسي لاجراء الكشف الطبي وذلك من خلال أربع عيادات طبية وهي النفسية والعصبية والمخ والعصاب والرمض والجراحة والباطنة والقلب حيث أتم إجراء كافة الفحوصات الطبية وفقا لقوائم التحاليل اللازمة والتي حددتها المجالس الطبية المتخصصة حيث سيتم إرفاق نتائج الفحص الطبي على أن يتم إرسالها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات حال تقدم المرشح بأوراقه للترشح رسميا